برج الجوزاء وعام جديد عام التغيير والرزق بإذن الله برج الجوزاء من الأبراج اللي ما بيحبش أبدا الظلم بيتعامل بتيبة وحكمة بالرغم من إن فيه أشخاص حواليه عندهم نقص في الضمير ولذلك برج الجوزاء قرر إنه يبعد عنهم أنت كمان بتحب جدا اللي يقدرك ويهتم بيك ولذلك أنت الفترة دي بتختار الأشخاص بس اللي تستحك إن أنت تكون معهم يا برج الجوزاء فيه شخص في حياتك أذاك وسبب لك زعل شديد جدا مش قادر تنسى يا برج الجوزاء ولكن الشخص ده ندمان بالفعل عليك ولكن برج الجوزاء واخد قراره متمسك بيه برج الجوزاء معطاه واللي في إيده مش ليه وده كان سبب إن فيه ناس كتير مستغلة دخلوا حياته أنت مرت بظروف كانت أسية وصعبة عليك يا جوزاء افتقدت شيء غالي قد يكون شخص توفى أو مال أو عمل وضعك ساعتها كان ربك وحده اللي كان عالم به من بعدها أنت ما عدتش زي الأول دخلت في حالة من الكتمان الرهيب حتى مع الأشخاص اللي حواليك بقت بتتعامل بالمثل يعني بتعامل كل واحد بهم عملته علاقتك بشريك الحياة بقت مملة وطفح الكيل وتعبت من كتر المسكنات وزعلان على نفسك جدا لإني ما عندكش حد ياخد لك حقك منه ولكن فيه ربنا اللي أحنم لكل يا برج الجوزاء الفترة اللي فاتت الصدمات كانت كتير قوي عليك وراء بعضها جمرتك يا جوزاء ولكن أبشرك مع دخول عام 2024 لبرج الجوزاء هيتحرر من كل الكيود ومش هيبص وراء أبدا وهيخرج كل اللي مالوش لازمة من حياته وهتكون سنة العوض والجبر وفي نجاح وفرج بإذن الله لبرج الجوزاء عندك ترقية وتغيير في حياتك للأفضل وهتبعد عن الهم والغم باختيارك أنت وانت مش هترجع فيه وخليك مستعد لسمع أخبار حلوة بإذن الله علاقة حب هتلمس قلبك يا جوزاء ويه عندك كمان المنتظرين حمل فيه حمل لمن ينتظر لبرج الجوزاء انت كمان هتبتدي تاخد حزرك من كل حاجة حواليك لأنك كنت بتتعامل بتيبة وصفقنية وكنت بتقف معاهم في شدتهم ولكن كان جزائك الإساءة تعبان بالفعل ومكتئد بسبب الظروف اللي تحطيت فيها بتحس أن انت وحيد في الدنيا حواليك كتير ناس ولكن مش حاسس بالأمان صحيا انت مش في أحسن حالتك عندك قلم جسدي تعبك ومش محسس حد بواجعك لأنك انت شايل مسئوليتك يا برج الجوزاء بنفسك عندك أمور كتير مطلوبة منك انك تحلها انت برج طيب جدا وبتحب الخير للغير ولكن اللي حواليك كانوا فلسوا بيتعاملوا معاك على غش والشخص اللي موجود في حياتك بيقفلك على الغلطة عايشين مع بعض في مكان واحد ولكن كل واحد في نحية مظلوم يا برج الجوزاء وحاسس ان حقك مهدور مفتقد منه الدعم والمساندة وانت دايما متحصر على الحالة اللي انت وصلتها ولكن برج الجوزاء حاليا هو مستعد للتغيير وعنده نية كمان بإذن الله انه يتغير وهيتغير بإذن الله في عشرين أربعة وعشرين وخليك دايما مستعد الفرحة في أرض بيتك ولكن انت جوك خوف من تعطيل الفرحة دي لانك عانيت كتير بسبب ان الفرحة تيجي لحد عندك وما بتكملش ولكن أبشرك بإذن الله ان عندك فرحة كبيرة في أرض بيتك في عشرين أربعة وعشرين في الثالث الأول من السنة الجديدة بإذن الله والحد هنا تكون انتهت قرية البرج الجوزاء اليوم ما تمسينش في اللايك والاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس وهذا الشيء نفسر لكم كل البدد في القناة باي